تواصل وزارة الداخلية تكثيف تواجدها الأمني والمروري على الطرق المؤدية إلى المدن الساحلية ومنها الساحل الشمالي يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق الانضباط المروري وبث الطمؤنين في نفوس المواطنين نظرا لم تشارط الطرق من كثافات وأحجام مرورية عالية خلال أيام العيد كثفت وزارة الداخلية من تواجدها الأمني على هذه الطرق وفي مقدمتها المؤدية إلى المدن الساحلية لتوفير الأمن المرتديها وبث الطمؤنين في نفوس المسافرين دايما مصر بخير وأمان بفضلكم كل سنة وانت طايد يا رايس ويا رب كده بخير ودايما في تقدم ودايما الطرق الجميلة جي مكملين فيها يا رب ومع ما تشهده منطقة الساحل الشمالي من إقبال كثفت وزارة الداخلية من خدماتها الأمنية والمرورية على الطريق الساحلي وأمام القرى السياحية على مدار اليوم إلى جانب دور هذه الخدمات في تحقيق الانضباط المروري فقد قدمت التهنئة للمواطنين بالعيد وتم تبادل التهنئة ما بين المواطنين ورجال الشرطة نصنع طيبين الأول وربنا يوفع شرطاتنا وربنا يوفع الرئيس بإذن الله أيت سعيد عليكم كلكم على مصر كلها وإن شاء الله ده بخير كل التحية والتأذير لسيادة الرئيس العبد الفتاح السيسي على المفتاح الخلال العشر سنين اللي عمل فعلا نقلة نوعية في مصر وفعلا نقالها من المرحلة المرحلة تانية أحب أقول الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يبارك فيه بجد في اللي هو عمل في البلد نشكرك على المجهودات اللي مقدمتنا الفترة اللي فاتت والله التطورات في البلد خطيرة يعني شكرا جدا الخدمات أكدت على مرتاري الطرق ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية بخاصة سرعات المقررة لكل طريق والتي يتم متابعتها إلكترونيا من خلال شبكة ضخمة من الرادارات وكاميرات مراقبة المربوطة بغرف العمليات المركزية حفاظا على الأرواح والممتلكات رصد الحالة المرورية على الطرق إلكترونيا بالتوازي مع وجود الخدمات والارتكازات الأمنية يحقق مزيدا من الانضباط المروري والحفاظ على أمن الطرق وأمن مرتاديها اشتركوا في القناة